السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الاثنين الواحد والعشرين من شهر في بغواغ الفين واثنين وعشرين يوجد خبر عاجل يخص الأزمة بين أوكرانيا وروسيا وتطوراتها ولماذا يوجد هناك قلق كبير في ألمانيا ولماذا سكان ألمانيا يهمهم هذا الخبر لأن هذا الأمر هناك قلق كبير أن تحصل موجة من ارتفاع الأسعار في ألمانيا فلنبدأ أصدقائي ولنحلل هذا الأمر مع بعض خطوة خطيرة جدا أقدمت عليها روسيا وكل ألمانيا والصحافة الألمانية تناقشها بشيء من القلق وأيضا من خيبة الأمل حيث قام الرئيس الروسي في هذه الأثناء بالاعتراف باستقلال الإقليمين اللذان يتواجدان شرق أوكرانيا إقليم دون يتسك وإقليم لوهانسك وأعلن بأن هذا الإقليمان يرغب بأنه يقدم وقام بتوقيع الأمر الاتفاقية يعني أنه سوف يعترف باستقلال هذين الإقليمين عن أوكرانيا وقال بأنه يطلب من البرلمان الروسي الإصراع بإعلان استقلال هذين الإقليمين كيف بدأ الأمر ولماذا هذا الأمر يمكن أن يؤثر علينا نحن أيضا سكان ألمانيا المهم أصدقائي هذا اليوم ظهرا كانت هناك مكالمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين مستشار ألمانيا السيد أولاف شولتس وأيضا كانت هناك مكالمة بين الرئيس الروسي والرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون والرئيس الروسي أخبر مستشار ألمانيا وأخبر أيضا الرئيس الفرنسي بأنه يرغب بالاعتراف باستقلال الإقليمين اللذان يتواجدان شرق أوكرانيا هذان الإقليمين يديرهم انفصاليين هؤلاء الانفصاليين هم مسلحين وكانت تتواجد حرب منذ مدة داخل هذان الإقليمين مع الحكومة الأوكرانية لأنه كانوا يرغبون بالاستقلال وفي هذان الإقليمين تعيش أقلية روسية يعني الأقلية الروسية لأوكرانيا كانت تعيش بكثرة في هذان الإقليمين المهم أصدقائي عندما أخبر الرئيس الروسي مستشار ألمانيا بهذا الأمر مستشار ألمانيا أعرب عن خيبة أمله وطلب من الرئيس الروسي عدم القيام بهذه الخطوة وعدم الاعتراف باستقلال هذين الإقليمين وقال له مستشار ألمانيا بأن هذان الإقليمين هم أقاليم أوكرانية ولا يجب على روسيا أن تعترف باستقلال كخطوة أحادية أو باستقلال هذين الإقليمين لأن هذا الأمر سوف تكون له تداعيات سلبية ولأنه أيضا يجب أن تبقى أوكرانيا دولة موحدة ولأن هذه الخطوة إذا قامت بها روسيا تعتبر انتهاكا لاتفاقيات السلام ولكن الرئيس الروسي قام في هذه الأثناء بخطاب بالتلفزيون الروسي وقام بهذه الأثناء بالاعتراف باستقلال هذين الإقليمين عن أوكرانيا وطلب أيضا من البرلمان الروسي أن يسرع بتفعيل هذا الأمر الخطر الآن أصدقائي بدأ يكبر ماذا سوف يحصل الآن عندما تقوم روسيا داخل البرلمان بالاعتراف باستقلال هذين الإقليمين اللذان يرغبان بالانفصال عن أوكرانيا هل سوف يقوم هذين الإقليمين عندما يعترف بهم البرلمان الروسي هل سوف يطلبون رسميا من روسيا بأن تحميهم وبأنهم يرغبون الانضمام إلى روسيا كما حصل بالسابق مع شبه جزيرة القرم التي أيضا تم الاعتراف بها من روسيا بأنها جمهورية مستقلة وبعد ذلك قامت طلب من روسيا بأن تحميهم وأنهم يرغبون بالانضمام إلى روسيا وبعد ذلك قام الجيش الروسي بالدخول إلى شبه جزيرة القرم وقام بضمها هل سوف يحصل نفس الأمر الآن مع هذين الإقليمين شرق أوكرانيا إذا حصل هذا الأمر هل ستقوم هناك حرب كيف سوف ترد أوكرانيا هل أن أوكرانيا سوف تتغاضى عن الأمر وسوف تسمح لروسيا بالاعتراف بهذين الإقليمين أم أنها ستقوم بإعادة ومحاولة استرجاع هذين الإقليمين أم أن روسيا سوف تدخل هل ستحصل الآن حرب بين أوكرانيا وبين روسيا وكيف سوف تتعامل ألمانيا وكيف سوف تتعامل أوروبا وحلف الناطو وأمريكا مع هذه المسألة مستشار ألمانيا حسب الأخبار في ألمانيا قالوا بأن السيد شولز سوف يبدأ الآن مكالمات هاتفية ومشاورات مع أمريكا، فرنسا، أوكرانيا، حلف الناطو لمعرفة ما هي الخطوات التي سوف تتخذها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا إلى آخره هناك بعض المحللين يقولون بأن الاتحاد الأوروبي معهم ألمانيا وفرنسا إضافة أودر إلى بريطانيا وأيضا أمريكا يمكن أن يقومون بعقوبات اقتصادية يعني لن يتدخلوا إذا حصلت حرب أو قام هناك أي مناوشات بين روسيا وأوكرانيا يمكن بأن لا يتدخلوا لأن أوكرانيا هي ليست ضمن حلف الناطو وأيضا لا تدخلوا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي لذلك يقولون بأن أوروبا يجب أن تعمل شيء أمريكا يجب أن تعمل شيء يمكن أن يبدأوا الآن بعقوبات اقتصادية ما هي العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن يبدأوا بها؟ تجميد خط نورد ستريم 2 نورد ستريم 2 الأنبوب الغازي يعني أنبوب الغاز الذي يأتي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا هذا المشروع سوف يتم تجميده ولن يتم فتح هذا الأمو هو أصلا لا يتم استعماله ولم يفتح لحد ساعة لكن بسبب هذه الخطوة التي قامت بها روسيا يمكن إنهاء هذا المشروع بصفة نهائية أيضا يمكن أيضا تجميد المعاملات البنكية لروسيا التي تمر عبر البنوك الأوروبية والبنوك الغربية يعني يمكن أن يغلقوا الأمر على الشركات الروسية الكبرى على الأغنية الروس إلى آخره كي يعملوا عليها ضغوطات اقتصادية يمكن أيضا أن يحاولوا عدم التعامل اقتصاديا مع روسيا كي يضغطوا على الاقتصاد الروسي وبذلك ستكون هناك معاناة كبيرة للاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الأوروبية لكن هناك أيضا محللين يقولون ماذا وكيف يمكن أن تتعامل روسيا مع الوضع يعني إذا الآن ألمانيا فرنسا بريطانيا أمريكا فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا كيف يمكن أن تتعامل روسيا وهناك خوف بأن روسيا إذا فرضت عليها العقوبات اقتصادية لأن أوروبا وألمانيا تعتمد على الغاز الروسي وعلى النفط من روسيا هناك قلق بأن روسيا تقول لهم آه فرضتم علي عقوبات اقتصادية غلقتم علي المعاملات البنكية منعتم مثلا بعض الأمور عني سوف أقطع عليكم الغاز فهناك قلق بأن روسيا تقوم بقطع خط الغاز على أوروبا وألمانيا تعتمد بشكل كبير جدا على الغاز الروسي فما سوف يحصل الآن ستكون له تداعيات كبرى على الاقتصاد الأوروبي والعالمي والبورس العالمية وهناك خوف جدا الآن بسبب هذه الأزمة وبسبب هذه الخطوة أن ترتفع الأسعار بشكل كبير جدا أن يرتفع سعر النفط أن يرتفع سعر الغاز إذا قامت روسيا بخفض الغاز على أوروبا كي تضغط على أوروبا وتوجعها من اليد التي توجعها لأن روسيا تصدر الغاز بقوة إلى ألمانيا ممكن الآن تقول لهم سأقطع عليكم الغاز إذا عملتم أي خطوة يمكن أن ترتفع الأسعار أسعار المواد الغدائية ويزداد التضخم يعني الآن العالم وأوروبا وألمانيا في موقف صعب هل سيقبلون هكذا بأن روسيا تعترف بانفصال شرق أوكرانيا إقليمين في شرق أوكرانيا هل سيقبلون بأن الجيش الروسي يدخل إلى شرق أوكرانيا ويضمها إلى الجمهورية الروسية أم كيف سيكون التعامل إذن هناك خوف كبير من أن الأزمة الاقتصادية تؤدي إلى غلاء رهيب إلى نقص في المواد الغدائية إلى نقص في أمور كثيرة وهناك أيضا خوف وقلق من أن تحصل حرب في المنطقة فالأمر الآن صعب جدا وأي خطوة يجب التفكير فيها ونتمنى أن لا يحصل حرب ونتمنى أن يجلس الروس والأمريكان والأوروبيين والأوكرانيين في طاولة واحدة من أجل الحوار ومن أجل التشاور مع بعض لإيجاد حل سلمي يرضي جميع الأطراف والابتعاد عن الخلافات الابتعاد عن العناد الابتعاد عن الصراعات لأن الضحية الأولى والأخيرة ستكون هي الشعوب لأن أصلا الزعماء والرؤساء محميين حتى إذا قامت حربهم دايما محميين الشعب المسكين هو من يهجر وهو من يقتل وهو من يجوع وهو من يحصل له نقص في المواد الغدائية وهو من يدفع التمن أصدقائي يعني هذه الأزمة نتمنى أن يتم إيجاد حل لأنه اليوم تطورت الأزمة بشكل خطير جدا نتمنى أن يجدوا حل لأنه اللي فينا مكفينا والغلاء اللي فينا مكفينا نتمنى أن يجلسوا مع بعض ويحلوا المشاكل بطريقة سلمية والسلامة للجميع أنا شخصيا أحب السلم وأحب السلام وأحب الحوار والحوار يوجد دائما حلول إذا تحورنا سوى الشخص العميد هو الذي لا يرغب بحوار هو الذي لا يفضل هذه الحلول أتمنى السلامة وإن شاء الله يا رب يجدوا حلا وأن لا تحصل أزمة عالمية لأنه نحن الشعب نحن الفقاراء نحن الطبقة المتوسطة هم من سوف يدفع التمن فالآن حان وقت الجنوس بطاولة الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي على الأقل من أجل الشعب لأنه إذا قامت حرب لا سمح الله وأتمنى أن لا تقوم وهناك مؤشرة بأنه لن تقوم حرب عالمية حرب عالمية ستكون خراب للكون الدول هذه الدول العظمى عندها أسلحة قوية عندها أسلحة نووية هيدروجينية كيماوية أسلحة سامة يعني لو قامت حرب وبدأوا يتراشقون بأسلحتهم القاتلة سوف تقتل جميع من على الكرة الأرضية أصدقائي ويعني مثل ما كان سبق لإنشتاين أن قال سألوا إنشتاين احكي لنا عن الحرب العالمية الثالثة فقال لهم لا أنا سوف أحكي لكم على الحرب العالمية الرابعة قال لهم الحرب العالمية الرابعة ستقوم عبر الضرب بالعصي والحجارة لماذا؟ لأن الحرب العالمية الثالثة إذا قامت سوف تمحي الأرض وستمحي التكنولوجيا وتمحي الأقبار الصناعية وتمحي كل التطورات وتعيد الإنسان إلى العصر الحجاري لذلك يجب على الإنسان أن يجلس في طاولة الحوار ويتحور مع بعض ويترك الشر والحروب والخصامة فكلنا واحد وكلنا إنسان ومصيرنا على هذه الأرض متعلق بتصرفاتنا وقراراتنا التي ليست قراراتنا قرارات السياسيين هم من يجب أن يبحثوا عن السلم والسلام إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء